شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى من أجل استقرار الموصل الذي عقد اليوم في باريس بحضور فخامة الرئيس فرانسو أولند رئيس الجمهورية الفرنسية إضافة إلى مجموعة من وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية وخلال الاجتماع الشدد مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على همية عملية تحرير مدينة المصل وتخليص أهلها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وأنها تعد مرحلة حاسمة وضرورية لاستعادة جميع الأراضي العراقية وتمكن الحكومة من الطلاع بمسؤوليتها في عملية النهضة والبناء واستعادة سيطرة الدولة على كمل ترابها الوطني من التنظيمات الإرهابية وكدا معالي على ضرورة قيادة الجيش العراقي الوطني للعمليات العسكرية بدعم من قوات التحالف العالمي لمكافحة داعش وحتى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة على تجانب العنف الطائفي بكافة أشكاله وعدم سماح للميليشيات والتنظيمات غير الحكومية من استغلال الموقف لتنفيذ أجندات طائفية أو خارجية والتصدي لما ترتكبه الميليشيات المتطرفة من أفعال نجرامية وغير إنسانية تطال أبناء العراق وجوارة تحت غطاء محاربة الإرهاب وطلب معالي وزير الخارجية بتوفير كافة أشكال المساعدات اللازمة لأبناء مدينة المصل وإيواء الهربين من العنف ولا تكون عملية تحرير المدينة سببا في مضاعفة معاناتهم وإنما تضع حلا شملا لهذه المعاناة وتضمن عودة الحياة الطبيعية لهم هذا وعرب معالي وزير الخارجية عن أمله بأن تتكلل هذه العملية بنجاح مؤكدا تضمن مملكة البحرين مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى اشتثات لاعش وسائل التنظيمات الإرهابية من العراق ومن جميع الأماكن التي تتواجد فيها